اليوم اكو ثلاث مبادرات مبادرة الاطار يذهب بتشكيل حكومة اطارية يتحمل بها المسؤولية ما نعرف بعدين يستمر بها للنهاية يتحمل المسؤولية لو قلهم والله ما قللوني اشتغل نزول للشارع بين انصار تشرين والتيار والثمانين بالمية اللي ما انتقبت ام الذهاب الى تكليف الاخوة من الكفاءات والمستقلين يعبروا شكل احكومة احنا ما نشترك احنا اطراف النزاع خلنا نكتر منا لحد ما تسوي الانتخابات بكرة سنة له سنة ونص ما تصبر ان كنت للسياسية ما تشترك بالحكم تصبر تصبر فيما يخصص الشق الاول من السؤال انه يذهب الاخوة في الاطار الى تشكيل حكومة اعتقد انه الموضوع هم قادرين علي لكن محفوظ بالمخاطر خلنا نكون واقعين وعقلانيين يعني عملية التعاطي مع هكذا ملف وان ينزل الجمهور الى الشارع وان يتسبب بمقتل عدد من الاشخاص لو واحد لو ينجرح واحد قبال الحكومة الريتن احنا عايشين بدون حكومة الان ما عندنا كل مشكلة في هذا الموضوع بس لا يتنزل دماء كافي عملية فتح الباب لاستخدام السلاح واسهاق الارواح ونسف الدماء سوف تكون لها بداية ولن تكون لها نهاية لا سامح الله فهذا موضوع خطير علينا وهم راح نرجع للحوار ونرجع للحوار فعلينا بالصبر والتأني وان نذهب الى طاولة الحوار حتى وان يعني تأخر الموضوع هسه نعم نحتاج لحكومة نحتاج لامواء ميزانية نحتاج لتنمية لخدمات شنو رأيك بدها بحكومة المستقلين هذا الموضوع حكومة كفاء هذا الموضوع اقترح الاطار تنسيقي قبل فترة اقترح الاطار تنسيقي من خلال مباشر هسه اطراف النزاع واحد من اطراف النزاع من سحب الفرد ليش ما ينسحب الاطار ساذيات وتنطي فرصة للمستقلين عندما تحدث سماعة السيد عن مبادرة وقال ان رئيس الوزراء يكون مستقل والحكومة الصدرية او هناك من البيت الصدري وهناك من السيادة وهناك من الديمقراطي والكتل الاخرى الاطار قد نمقى حكومة كاملة مستقلة كاملة مستقلة لكن ما صار توافق على هذا الموضوع نعم الحكومة المستقلة تحتاج لمن؟ تحتاج لها برلمان حتى تمشي امورها هذا البرلمان يدعم الحكومة ام لا يدعمها نحتاج الى ان يكون هناك اجماع من الكتل السياسية انه نحن ذاهبين باتجاه دفع هذه الحكومة ومساندتها وتعضيتها وشد عليتها نقدم اما غير هذا الموضوع فترجع المناكفات وتعطي المشاريع يبقى موضوع الشق الثالث العفو فيما يتخص التشرين ونجربنا التشرين وشوفنا ان التشرين اذا نزلت للشارع والى الان رغم غياب بعض من شمس تشرين لكن تشرين تبقى مؤثرة وتبقى تارية تحرج وتبقى تحرج تحرج فعلى الجميع ان يتعامل مع تشرين كوابع حاج دائم